طائرة مقاتلة من الجيل السادس أسرع من الصوت وشبه مستقلة قادرة على المناورة من دون أن تكتشف عبر المجال الجوي للعدو والتهرب من كشف الرادار والتشويش على أنظمة القيادة والتحكم الخاصة بالعدو بأسلحة الحرب الإلكترونية والأهم أنها ستعمل باستخدام حوسبة مدعمة بالذكاء الاصطناعي تسعى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على تطويرها بحسب موقع واريور ميفن الطائرة تتميز بقدرتها على أطلاق وتشغيل مجموعات من الطائرات الصغيرة المسيرة وصواريخ أسرع من الصوت من الجو فطلا عن القدرة على حرق طائرات العدو بأسلحة ليزر دقيقة أثناء الطيران بسرعة كبيرة جدا وتكون خفية بحيث لا يمكن استهدافها كما تتميز بقدرتها على جمع وتحليل ونقل بيانات الاستهداف عبر مساحات شاسعة من التضاريس في أجزاء من الثانية وتحقيق التفوق الجوي والحفاظ عليه لشن الهجمات حسب الحاجة الطائرة لديها قدرة على الاختراق عالية السرعة وفائقة التخفي من الجيل السادس وتقوم بتوسيع أجهزة استشعار الاستهداف بعيدة المدى وعالية الدقة مثل F35 لرؤية أهداف العدو وتدبيرها من نطاقات المواجهة عبر رؤيتها بنفسها وستؤدي قدرتها على التواصل مع مراكز القيادة الأرضية والطائرات من دون طيار والطائرات المقاتلة الأخرى والمركبات الأرضية والسفن البحرية وحتى الأقمار الاصطناعية إلى تمكين الطائرة من جمع ومعالجة البيانات الحساسة للوقت اللازمة للتحرك ومهاجمة العدو وتدميره مركز الابتكار السيبراني والتكنولوجي في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطيات أكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد مدخصصي الاستخبارات الأمريكية في تحليل الكميات الهائلة من بيانات المراقبة واستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة يمكن أن يقلل من احتمالية أن يؤدي اتخاذ قرار خاطئ إلى صراع مسلح يمكن تجنبه ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من تكساس رائد الفضاء والضابط السابق في القوات الجوية الأمريكية العقيد تيري فيرتس أهلا ومرحبا بك العقيد تيري نحن أمام طائرة خارقة مع هكذا دعم من قبل الذكاء الاصطناعي أليس كذلك؟ نعم طبعا هذا هو مستقبل المقاتلات والمسيرات هناك استعمال متزايد لأنظمة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي كيف يمكن أن يتم تفعيل ونحن نتحدث عن المستقبل كيف يمكن دمج هذا بذلك والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى مثل هكذا نتيجة؟ في التاريخ الحديث كانت لدينا أسلحة تستعمل الكمبيوتر مثلا صاروخ أرض جوي أقول له إلى أين يتوجهه ويبحث عن الهدف وفي نهاية المطاف هو الذي يركز على الهدف هذا كان استعمال بدائي للذكاء الاصطناعي ولكن الذكاء الاصطناعي الآن هو أذكى بكثير في تحديد وإيجاد الأهداف بحد ذاته وذلك يسمح لقائد الطائرة أو المقاتلين أن يبقوا بعيداً عن ساحة القتال وذلك يحضوا أيضاً من قدرة الأسلحة على أن تقوم بعمليات هنا تنظرون إلى طائرة الـ F-16 في مجموعة سيد تيري إذا أردنا أن نفصل الميزات هناك ميزات لها علاقة بالطائرة وإمكانياتها وسرعتها وقدراتها وهناك أيضاً لربما قدرات لها علاقة بتحليل المعلومات وغيرها من قضايا لربما نتحدث عنها لاحقاً ولكن في إمكانيات الطائرة بحد ذاتها إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم أو يتقدم خطوات واسعة إلى الأمام فيما يتعلق بالسرعة والتخفي والخروج من دائرة الرادارات نعم المبدأ الأساسي للتخفي يتعلق بشكل الطائرة واستعمال بعض المواد التي لا يلتقطها الرادار يمكن أيضاً أن يركز على تخطيط المهمة لتحلق الطائرة في أماكن يصعب فيها على الرادارات أن تكشفها كذلك الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يفهم ما هي التهديدات الصاروخية التي يمكن أن تواجهها الطائرة وبالتالي يساعد في تجنبها بعض الشيء كجوجل مابس أو الخرائط على جوجل التي تقول للسائق كيف يمكنه أن يتجنب اقتضاز السير طيب فيما يتعلق بالتحليل المعلومات وجمعها ما أهم ذلك على مستوى الاستخبارات والمعلومات هذا مهم للغاية عندما كنت أقود طائرة F-16 كنت أنظر بعيني وكان لدي الرادار يساعدني في تحديد وجود طائرات أخرى أو إن كانت هناك صواريخ ستطلق على طائرتي وكان علي أنا أن استوعب كل هذه المعلومات وأن أوفق بهذه المعلومات بمعنى أن دماغي كان الذكاء الاصطناعي وكنت أقوم بكل هذا العمل لوحدي ولكن اليوم في طائرات F-35 الذكاء الاصطناعي يحصل على كل هذه البيانات ويحولها إلى معلومة واضحة بالنسبة لقائد الطائرة وربما لا نعرف تماما كيف قرر الذكاء الاصطناعي أننا نواجه عدوا ولكن يدرك تماما كيف يصل إلى هذه المعلومات تصعب للعقل البشري أن يحلل هذا الكم من البيانات عندما نقود طائرة ونواجه الظروف ونواجه العدو فذلك صعب للغاية الطائرات الحديثة كأف خمسة وثلاثين تحصل على الكثير من البيانات وأحيانا تعاد البيانات إلى المركز العسكري للتحليل ولكن تحليل الذكاء الاصطناعي أفضل بكثير هو هو يسهل المهمة كما ذكرت العقل تير ولكن عدو تالي إذا سمحت لي أريد أن أسأل عن مدى الدقة في هذه الحالة تحليل أن نستمع إليها وما نبحث عنه يمكننا أيضا عبر الكمبيوتر أن نجد أمورا صغيرة جدا في أماكن شاسعة مثلا الغابة وهناك دبابة واحدة في غابة علينا أن نعرف أين هي هذه الدبابة هذه الأمور يقوم بها الكمبيوتر بطريقة ممتازة التواصل مع الجهات الأخرى سيد تيري أن يكون هناك دور للأقمار الصناعية في مثل هكذا مهمات أن يكون هناك دور للجهات بحيث يكون هناك عمل متكامل نعم هذا أيضا ناحية مهمة من القتال الحديث هناك التواصل التي تأتي عبر الطائرات والسفن وطبعا أيضا الأقمار الاصطناعية هذا يعني أنه في صحة القتال الحديث نحن نقوم بإدارة نوع من شبكة المعلومات والمعطيات كما نركز على استعمال المدفعية والقتال وغيره عندما كنت أيضا أجرب مقاتلات F-16 كنت أقول أننا نتكلم عن برمجيات والبرمجيات أحيانا يصعب جدا أن نديرها في إطار العمليات العسكرية الطائرة العقيد تاري لديها قدرة على الاختراق هي عالية السرعة فائقة التخفي ولكن ماذا عن اختراقها بحد ذاتها إلى أي مدى يمكن أن تكون محمية من هجمات سيبرانية هذه أهم المشاكل التي نواجهها حتى عندما كنت أقود مقاتلات F-16 كنا نركز على التأكد عفوا أننا يمكننا أن نصد الهجمات السيبرانية في مهمة لطائرات F-35 مثلا علينا أن نخطط للمهمة والعدو يدرك تماما ما يحصل الأمن السيبراني بالتالي يدخل في تصميم الطائرة وبرماجياتها التخفي مهم والسرعة فوق الصوتية مهم ولكن إن لم تكن طائرة محمية من الهجمات السيبرانية كل ذلك لا يؤثر دائما عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي لربما نسأل مباشرة عن العنصر البشري وحضرتك قلت بأن دماغك كان يعمل في البداية وكأنه هو الذي يبثل الذكاء الاصطناعي الآن يصبح الطيار مرتاحا بطبيعة الحال طالما هناك من يحلل هذه المعلومات ولكن هل يمكن أن يستغنى عن العنصر البشري في المستقبل لا قطعا لا أعتقد أن من أهم النقاط في تصميم الطائرة أو الدبابة أو الغواشة أو غيرها هي أن نأخذ العنصر البشري بعان الاعتبار ليتمكن الشخص أن يتخذ القرار أن يدافع عن نفسه أن يهاجم العدو أن يميز بين العدو والصديق كل ذلك يعتمد على العامل البشري في الطائرة أيضا نحن نسيطر على كيفية إدارة الطائرة أو تسريعها أو تخفيف سرعتها هناك الكثير من وسائل السيطرة على الطائرة على الشاشة أمام الشخص الذي يقود الطائرة وكل ذلك يعتبر أساسي أعتقد أن طائرة F-35 لديها أكثر من أربعين آدات للضغط أو للتحكم أو للاستعمال لسيطرة على الطائرة وبالتالي العنصر البشري يبقى دائما أساسي في هذا شكرا جزيلا لك ضيفنا من تكساس رائد الفضاء والضابط السابق في القوات الجوية الأمريكية العقيد تاري فيرتز شكرا جزيلا لك شكرا لك